لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة تأكيد المادح بما يشبه الذنب وعكسه نحن نريد أن نقول لأيه تأكيد الشيء بما يشبهه ضده يعني ايه تأكيد الشيء بما يشبه يضده يعني أنا أكد شيء دائم يحب يضد الموضوع لكنها ليست ضده ليه يا جماعة قلنا إلا تأكيد المادح بما يشبه الزم الموضوع هنا مش مقتصر على فكرة إنك مادح وزم وتؤكد المادح بشيء بشيء بما يشبه الزم لا، أنت أكبر تؤكد أشياء معينة بدون ما تؤكده لها معنى معينة لكن تأكدت أنه ليس في نفس الطريق فإزداد المعنى الأول تأكداً في نفسك. يخيل السامع أن الكلمة الأول كانت انطقت فإذا قد ازداد قد ازداد قد ازداد تأكد. طيب نقرأ الأمثلة. احنا عندنا يا جماعة هو ذكر ايه عند حضرك في الكتاب. ذكر أمثلة وذكر في أثناء الشرح. يعني ذكر أمثلة المتح تأكيد وما يشبه الزم. بعد كده أثناء الشرح والذي يسمونه عندك البحث وضع بعض أمثلة تأكيد الزم بما يشبه المتح. لكن احنا هنا نضع كل صورة مستقلة بأمثلتها. أولا تأكيد المتح بمشبه الزم. أن ينفي العيبة ثم يستثني صفة متح. قال لك ما هو نفي العب ده متح. ده فلان ده مفهوش عيب بس بصراحة رجل كريم. هو أنا كده عملت ايه؟ مواكيلم بس بصراحة دي كأن يلا هيحصل. استدراك. أه كأنني سأصاريحك بايه؟ بعيب فيه. بالضبط. ولكن في الحقيقة بعد ذكرت في طياتي هذا العيب. أنا أقول لك عيبه الوحيد كذا. يبقى اصبح ايه انت اكتشفت ان عيبه الوحيد ميزة. يبقى ايزا ايه ازداد المعنى الاول ايه؟ تأكدا يعني. ليس به عيب سوى انه لا تقع العين على شبهيه. كلمة سوى ليه بتشعر ان يقول حقيقش. اه بالضبط كده. فأكد المتح بما يشبه الايه؟ هو يشبه الذنب بس سواء في الحقيقة تأكيد للايه؟ للمتح. كأنه سيصالحك بذكر عيب فيه ثم وجدت انت صفة ايه؟ متح تؤكد المعنى المذكور اولا. وخال اخر ولا عيب في معروفهم غير انه يبين عكز الشاكرين على الشكر. ولا عيب فيهم غير انه نعم. وممكن تبقى ولا عيب فيهم غير انه جميلهم صح ولا ايه؟ مش تمش برضو؟ ولا عيب اقصد كوزن يعني. لكنه لا عيب في معروفهم غير انهم يبين عكز الشاكرين عن الايه؟ عن الشكرين. وقال النبيغة ولا عيب فيهم غير انه سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ولا عيب فيهم؟ اه بس مشكلتهم ابقى انهم انكتربة بيحاربوا كده في بعض الفلول والكسور اللي هي فيه السيوف. هذا متح في الحقيقة وليس ايه؟ ولا عيب فيهم غير انه سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. أول اذا اخذك فاتي بقييد عن القصدة كده لا يحتمل الزم لأ يحتمل الزم حتى هو لو اراد ان يذومهم لما ذمهم بهذه الطريقة لما حصر عيبهم في عيب واحد. اصلا اصلا كفى بالمرء نبلا ايه? ان تعدى مع عيبهم. معا يا مولانا. وعن فكرة منشأ المتح هنا في كده ان هو مفهوش للعيب واحد وطلع العبدة كمان اصلا حتى لو طلع العبدة عيب فهذا متح فما بلوك بيطلع العبدة ايه? في الاخر ميزة. تقول لك من ذا الذي مساء قط ومن له الحسن فقط? نعم. ومن احسن ما قيل في ذلك قول حاتم الطائي. وما تشتكيني جارتي غير انني اذا غاب عنها بعلها لا ازورها. اه. وما تشتكيني جارتي غير انني اذا غاب عني بعلها ايه? لا ازورها. هنا ايه اكد المتح بما يجب. كمان زود لك حاجة تانية خلي بالك. مش ان انا مسلا اه بدرج الجاهلي خلي بالك. يعني فتاحها معها البحر. لا. انت تشتكينيش وبتحترمني وكزا. ولكن انا في الحقيقة الوضع بيني وبينها لو حدود صارينا. وما تشتكيني جارتي غير انني اذا غاب عنها بعلها ايه? لا ازورها. طيب الصورة بقى الثانية اللي هي ايه? احنا قلنا انه هو الاول نفى العيب. واستاذنا خفت متح. عكس نفي العيب ان هو ايه? يثبت. ما هو نفي العيب يعني يثبت المتح. يعني هي الصورة بتاعته التانية. يعني يا جماعة اما ان انا قام في العيب. وبعدين اجي جايب ميزة. او ان انا اثبت المتح واتي بميزة. انا مرة كده اكدت المتح بما يشبه الايه? نعم. واذا اتتك مذمتن? مذمتي انا نعم. او ايه اشهاد بي 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 بي. هو دي هتدخل معنا في ايه? هو هنا اعودي اقول لك الحق ومشاهدة بي الاعداء. نعم او لنا? اعودي اقول لك استدل على القلبي قايله لا مش دخل معنا. النبي صليف اقول انا افصح العرب بيداني من ايه? من قريش دي تزيد الامر ايه? تزيد الامر ما تحنيها. ولكن طبعا ايه? الحديث لا اصلا له رجع كشف الخفاء بالرقم كم? ستمية وتسعة. تمام كده? هذا الحديث لا اصلا له. نعم هو صحيح المعنى ولكن من ناحية السند لا اصلا. قال النبيغة الجعدي. فتنكملت اخلاقه غير انه جواد فما يبقي من المالي باقي. هنا عمل ايه? اثبت المتح ثم استسنى صفة متح. عكسه بقى في تأكيد الزم مش بالمتح. اما ان يثبت الذنب ويستسنى صفة ذنب واما ان ينفي المتح ويستسنى صفة ذنب. انا قد يبقى لكم معي جماعة من التركيبة دي? هو احنا هنا في تأكيد المتح. تأكيد المتح ده بيبقى حاكتين. يعني المتح نفسه بقى حاكتين. اما يثبت المتح اما انفي العيد. صح ولا لا? اكد اكد الاتنين دول ازاي ان انا قذبتي اعدامة صفات متح تانية. يعني لو نفيت العيد. ما انا جدا المتحت صح? ثم اسسنى صفات ايه? متح. طيب. اثبت المتح. ما انا جدا مدحت ثم اسسنى صفت ايه? متح. عكسه في الزم بقى. اما انت انا قذبت الذنب. واما انت انا انفي المتح. وفي الحال ت tongue هستسنى بعدها صفات ايه? صفات زنب. وضح هتقول لها لسه. الصور الاربعة كده وضحت ولا لسه بيقول ايه الصورة الاولى ينفي ايه يا جماعة المتح ثم يستسني صفة الايه صفة الذنب لا جمالة في الخطبة الا انها طويلة في غير فائدة ايه رايك بقى في الكلام ده اكد الذنب بما يشبه المتح الخطبة دي ما فيهاش ميزة الا حاجة واحدة بس انها طويلة وما فيهاش ميزة ام عيب يبقى هنا اثبت الذنب ثم استسنى صفة ذنب او او نف المتح ثم استسنى صفة ايه ذنب خال من الفضل غير اني اراه في الحمق لا يجاره خال من الفضل غير اني اراه في الحمق ايه لا يجاره لا فضل للقوم الا انهم لا يعرفون للجاري حقه ان ميزة ما فهمش ميزة يمزتهم من وحيدة انهم بيزوء الى جيرانهم طب وده ليس ايه ليس مدحان الجاهل عدو نفسه الا انه صديق السفاء الجاهل عدو نفسه الا انه صديق ايه هنا اكد الذنب بايه ما يشبه المدح فلان ليس اهلا للمعروف بس على فكرة الجاهل عدو نفسه دي تدخل معنا في الصورة انه اثبت الذنب ثم استسنى صفة ذنب معي ما تنخلش في الصورة دي تمام كده فلان ليس اهلا للمعروف الا انه يسيء الى من احسن الى فلان ليس اهلا للمعروف الا انه يسيء الى ايه لا هو هنا نفل ايه المدح يبقى كده زمه ثم اكد هذا الامر بما ايه بما يشبه المدح انه هو عمل ايه استسنى بس استسنى صفات زم المفروض يا جماعة والفكرة هنا في ايه هو دلوقت انا ساعد ما استسنى من المدح المفروض استسنى منه زم صح ولا غلط لا انا بجي استسنى من المدح استسنت منه ماتح تاني. لما انا كده اكدت الماتح بما يشبه الزمن. طبعا هنا اثبت الزمن. اثبت الزمن. واستثني منه نغرز استثني منه ماتح. لقد انت قلتني ما استثني زمن. بالضغط. وضحت كده اظن كده وضحت. الصورة الثانية. القوم شحاحن. اثبت الايه? الزمن. بس مش بنافي الماتح. لا. باثبات الذنب. القبلية كانت بينفي الماتح الاول. لان بيثبت الايه? الذنب. القوم اشحاء او شحاحن. الا انهم جبناء. تمام. فلان حسود. الا انه مع ذلك ايضا ايه? نما. نعم. وقال بعضهم هو الكلب. الا ان فيه ملالة وسوء مراعاة وما ذلك في الايه? وما ذلك في الكلب. يغلز انه اثرونا على انفسهم. اكيد المتح ان يشبه الدم برداني. ان يستثنى من صفة الدامن الخلفية يشبه المتح. ان يثبت لشيء من صفة المتح. صفة. ان يثبت. ان يثبت ماشي. لكن يثبت لا. ان يثبت لشيء من صفة المتح. نعم. اه يعني كلمة لكن لأ لكن لو لو جيب لكن يعني مثلا فلان اه مهمل في دراسات يتكلم عن ابنه مثلا لكنه يعني شهادة برضه مثلا يجي جاي بحاجة تانية ايه صفة تانية مثلا يقولوا على نفسه مثلا يجي بحاجة تانية ايه سوادت الدنيا يعني هو بقى الصورة حسنا عند لابس الصورتين في اسلوب الحكيم مش في الايه مش في الباب اللي كنا بنتكلم فيه كان كان اللي كان قابل تأكيد المتحمة مش بزيم كان ايه حسن التعليل حسن التعليل لا هو مش فيه حسن التعليل وعلى فكرة حسن التعليل شبيه جدا باسلوب الحكيم هو شبيه بيه حسن التعليل شبيه باسلوب الايه الحكيم قال الله جل على يسألونك عن الاهلة كل هي موقيته للناس والحاج يسألونك عن الاهلة قل هي موقيت للناس والايه يسألونك عن الاهلة تقول هي موقيته للناس والحاج هم هنا يسألون عن ايه لماذا الهلال يكبر ويصغر على هذا النحو فأجيبوا بايه بالفائدة بما ينفعهم فيه أجيبوا بالفائدة اللي تترتب على هذا الايه الارضة وما سألوا عن السبب في كبري وصغر فجاء الجواب عن الحكمة من ذلك ان هو موقيت للناس والايه والحاج اعطرنا الحاجة كده اعطرنا الحاجة نعم حاجة يقول حاجة لا لا ما يديه لا ما يديه مش من كده بص يا اولا ده دليل على ان الشريعة مبديه عن مصالح والنفاس الشريعة كلها ولذلك المفروض عنوان اي درس على المصالح والنفاسد يبقى قوله جل وعلا واثموهم اكبر من نفعهم دي من اكبر الادلة عن مصالح والنفاسد واثموهم اكبر من نفعهم وتركت المنافع معا مولانا حتى اصلا قواعد التحليل والتحريم في الشرع مبنية على هذا ولذلك قد يكون الامر محرما لمفسدة فيه فهي تطر الطوارئ التي تجعله يعني مثلا الاكل من الميتة الاكل من الميتة اصلا ايه حرام لما فيه من المفاسد على الفكرة ما هو فيه منافع بس تهدر طيب عندما يكون الانسان ستتلف نفسه لا يجد طعاما يأكل من الميتة ولا لا ايوان يأكل من الميتة طب لماذا احلها الشرع في هذا السياق لان مفسدة زوال النفس اعظم من مفسدة الاكل من الميتة يبقى ايه المسألة مسألة ايه بسألة مصالح ومفاسد خير الخيران وشر الايه شر الشرين يعني يسألونك ماذا ينفقون ما اجاب عن الاشياء التي تنفق ولكن اجاب عن الاشياء التي ينفق فيها لان العبرة مش بما ينفق بما ينفق لا العبرة في مجال الانفق افيض الانفق انك تعرف وجود انفق الصحيحة لتنفق فيها ايه ما لك الكثير او القليل وايا كان ايه وايا كان نوعه فسألوا عن حقيقة ما ينفقون من مالهم هل هذه الان موجودة متهين ليست ايه انتنا في الكثير نعم فاجيبوا ببيان طرق انفاق الايه انفاق المال تنبيها على ان هذا هو الاولى والاشجر بالسؤال عنه الصورة الثانية ده بها اللي كنت بقول له حضراتكم عليها حمل الكلام على غير ايه نعم حمل الكلام على غير ما يقصده القائل قال ابن حجاب قلت وثقلت نعم نعم يا شيخ ولا حضرات ده الناس اللي لأ لا هي دي هي دي هي بس انا كان ايه اختلط الامر علي ووضعتوه انا في غير موضيع هي هو ده الصورة الثانية من الحسن التعليم بس انا بقول لحضرات من من اسلوب الحكيم بس وفعلان اسلوب الحكيم شبيب حسن ايه بحسن التعليم تمام فيبقى كده حسن اسلوب الحكيم له صورة تان الصورة الاولى ايه ان هو يجيبه عن غير السؤال تمام كده الصورة الثانية ان يحمل الكلام يعني نبي صلى الله عليه وسلم يقول اتدرون من المفلس المفلس مين المعنده جرم ولا دي نار لا من حسن التعليم هنا نبي صلى الله عليه وسلم جعل جعل المفلس هنا الذي يفلس من الحسنات ليس الذي يفلس من الامر ده اسلوب الحكيم انه اجاب عن غير السؤال او انه زاد واضاف كبا معايا مولانا ماله ده هو انا مش عمل حسن تعليل ولا عمل اسلوب حكيم وهنا اخر الاجابة ركانهم شوية كده لان الرجل ده له قضية عمره له قضية التوحيد هنا العبرة يا جماعة ايه في انه يدعو الى التوحيد في كل مضوع حتى هو في السجن ما كان ممكن اجمع الناس حول قضية تانية صح ولا لا غير قضية التوحيد يعني الشراج المظلومة هو الناس مظالين معهم ما يجمعهم لا الدعوة تبدأ وذلك اللي بيستدلهم بكلام سيدنا يوسف في قول اللي جعلني على خزان الارض ويقول لك تم هو بيعمله مع الحكومة الكافرة قول له هذا كلام نحن نسبقكم الى الاستدلال به ما احنا بنستدل به برضو بس بنختلف معكم انكم اخذتم هذا وتركتم هذا من تخد لك ان هو بيعمل مع الحكومة الكافرة وقال جعلني على خزان الارض وخد لك برضو ان هو بدأ بالدعوة الى التوحيد هو لا يريدك ان تبدأ بالدعوة الى التوحيد هو عاوزك بس يتخدي طبعا تكون اجابة فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض لان هناك من ويدعي انه يعمل للدين من يحقل من شأن دعوة التوحيد ومن يرى انها ايه طرف حقلي ومن يقسم الشرك الى قصور وقبور صح ولا ايه واعتبر ان شرك القبور ده شرك مين شرك القبور ده شرك السودفة جو البسطاء عنده كل ده تحقير لدعوة التوحيد وتقليل من شأنها معايا يا شيخ فهو ان ده دليل ان هو بايه بيعظم شأنه هو قضيته قضيته اللي عوش لها التوحيد اولا دعا اليها في السجن ثانيا سخر ما لديه من امكانات لخدمتها زي الغلام كده ما قال له ايه ان اللي اشفى احدا ان ما اشفى الله ايه تعال فان ان انت امنت بيه دعوته لان بعض الناس بي ايه بيعني مدخل كده ان انا لما سخر ما معي من احتياج الناس الى ده عشان نجاتهم عشان التوحيد عشان تأخذهم من الظلمات الى النور يعني افترض واحد بيغرق ومش عارف اللي ربطه من حبل بالرقابة واشده منه وما فيش الا كده تمان تفعل هذا به طالما لا يوجد حل اخر لنجاته الا هذا فهو بقى هنا احسن ما احسن ولكن عندما جاءوا وطلبوا الايه بدأ ايه يؤخر لهم طلبهم ورغبتهم وحاجاتهم عشان يوصلهم قضية الايه ده مش اسلوب حكيم ولا حاجة ولانه هو اجابة عن غير السؤال ولا كذا هو اخر الاجابة بعض الشيء لكن لما نسأل انا توضعه من مايه البحر قاله هو الطهور ماءه الحل ايه ميته كأنه اجاب عن سؤال اخر واضاف للايه وهو ده من اسلوب الحكيم هذا من اسلوب الحكيم الصورة الثانية اللي هو ايه يحمل الكلام على غيره اهو ده بقى الكلام اللي بقول لكم عليه اهو رجل بقول له قال ثقلت او قلت ثقلت اذ اتيت مرارة قال ثقلت كهيلي بالايات وبقول له ده انا قالت عليك يا جدا والله يباقي لك كتير قال له انت ثقلت كهيلي يعني ده انت بتشايلني جمايل انت مشايلني جمايل يعني كل مجيه من مجايتك دي هي نوع من الايادي والنعم كل مجيه جميلة انا فعلا مش عارف اودي فيش فيه من قدر جمايلك انك بتيجي عندي شرف لي يعمل حاج ده قصة تانية انا باتكلم على بيت الشعر اللي احنا باتكلم على بيت الشعر اللي قدام خلاص انا بيحمل الكلام على غير الايه المحمل قلت وطولت قال بل تطولت تطولت يعني تفضلت انا بقوله بيقوله طولت عليك بقوله لا انت مش طولت انت تطولت تطولت ونبيه معنى ايه تفضلت قلت وابرمت قال حبل ويدادي لان كلمة ابرم هنا ممكن تبقى ايه ابرمت يعني تبرم من واحد زيه فبقوله وابرمت قال حبل ويدادي ده انت اعمل حاجة ابرمت حبل الودادي الذي بيني وبينك فثألته يعني وخلته ايه؟ وجعلته مبرما متينة نعم وعلى لك دخلت معانه فيه حضرك معي بس هو ده بيعتبره من اسلوب الحكيم بس هي فعلا تمشي في حسن التعليل ان الصورة السعينية ليعتبره من اسلوب الحكيم هو ولذلك قسنا قلنا لك باش هنسميها حسن التعليل هنسميها التعليل المبتكر اه هنسميها التعليل الافضل انها تسمى التعليل المبتكر ولما نعن ناعي سألناه خشية وللعين خوف البين تسكاب أمطاري لأينا يا جماعة خوف البين ليه خوف البين مفعول لأجله وللعين خوف البين تسكاب إيه أمطاري أجاب قضى قلنا قضى حاجة العلا فقال مضى فقلنا بكل فخر يعني خد الكل الوعي الفخر والعظم وما سبش للناس اللي وراه حاجة منها خد الحاجات الحلوة ومشي فحمل كلمة قضى على قضاء الحوائج وحمل كلمة مضى على أنه ذهب بالفضل ولا مدرك شيئا لمن بعدهم مزيد من الأمثلة خالد من الذي يسأل الرجل في فتح الحيرة فبرز إلي هذا الرجل فيقول له إيه قال فيما أنت؟ قال في ثيابي قال على ما أنت؟ قال على الأرض قال كم سنك؟ قال إثنتان وثلاثون قال أجيبك عن شيء وتجيبونه عن شيء آخر خالوا والله ما أسألتك يعني لا أجيبك إلا عن سؤالي شدت تسألني وأنا بجوبك وقيل لتجر كم رأس مالك قال إني أمين وثقة الناس بي عظيمة وسؤل أحد العمال ما ادخرت من المال فقال لا شيء عادل الصحة أنا يعني إيه بحفظ على صحيتي يا دي المال اللي نحفظ عليه نعم من يقرأ قاعدته إخوة ألف راعد أطوب الحكيم تلقي المخاطب بغير ما يترقبه إما بتركي سؤاليه والإجابة عن سؤال لم يسأله وإما بحبل كلامه على غير ما كان يقصد عرفنا بنا يا جماعة من حمل الكلام على غير مقصد مقصود بإيه إنه يحول إيه يحول الكلام إلى معنى آخر نعم تشارة إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال السؤال أو يقصد هذا المعنى طيب تمام إحنا ممكن نحتاجه في إيه بقى ده ممكن نحتاجه وإنت بتصلح بين الناس وفي الدعوة حد ييجي يقول لك كلمة الكلمة دي تشيط الدنيا خاص وإنت تجي حملها على محن لما التاني يقول لك طيب صح الأمر في واحد اتنين وخلص وتصلح بين الناس بأخذ بالك من الإيه من العبارات اللي ممكن أن تلطف بها الجو أو تضحك بها الجالسين أو تهبط بها مستوى الغضاء بس إذا وضع الشيء إذا وضع الأوزم بغير حكمة هي قد إلى تأذم الأمر أكثر وأكثر يعني ممكن نحن يجي إيه كحالة يعمل لها إيه مش علم البنبة بفضل الله ما أردنا يعني شرحه من علم البلاغة ده هنا كده بفضل الله تعالى من شرح العلوم الثلاثة سنرى إن شاء الله بإذن الله مع الإخوة بإذن الله نكتفي يعني بهذا القادر إن شاء الله سبحانك الله وما بحمدك نشأل الله إليه لأنت نستغفرك أنا توب إليك وجزاكم الله خيرا كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين